الله أكبر, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له وما لهم من دونه موال صدق الله العلي العظيم هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك كل الكائنات وعلى رأسهم البشر على مشارف كارثة ومصيبة في الصحيفة السجادية دعاء للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام وأيضا هذا الدعاء مروي في أغلب الكتب المعتبرة دعاء يرتبط بوداع شهر رمضان مما كان يبتهل به إلى الله عز وجل في وداع شهر رمضان في هذا الدعاء المعروف جدا معروف الإمام من جملة ما يبتهل إلى الله تبارك وتعالى يقول اللهم صل على محمد وآل محمد واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا يوم عيدنا وفطرنا ثم بعدين يقول اللهم اسلخنا اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا هذا التعبير مصيبتنا اللهم جبر مصيبتنا بشهرنا هذه الأيام على مشارف نحن معرضون لمصيبة مصيبة شنو انسلاخ شهر رمضان تعبير الانسلاخ تعبير هذا الدعاء مصيبة كبيرة أكو كارثة جاي اتحل في الكون شنو هاي الكارثة رحمة رب العالمين الهائلة على وشك أن ترتد وتنسحب وتتراجع هذا التراجع شي كبير في الروايات أكو اهتمام كبير في هذا التراجع وبالفعل رحمة بلا حدود ضيافة رب العالمين أنفاسكم فيه تسبيح شوفوا شلون بركة هائلة نومكم فيه عبادة دعاءكم فيه مستجاب ضمان حاجاتكم فيه مقضية ضيافة رب العالمين تعرضنا نحن لضيافة رب العالمين هذه الضيافة تسببت رحمة موصولة بلا حدود هذه الرحمة على وشك التراجع هذا التراجع خطر هائل مصيبة وليس خطر فقط مصيبة هذه هذه داهية كارثة ضرر والضرر ليس ضرر هيا نحن لا إراديا لا شعوريا جاي يؤخذ منا الروح هذه الرحمة الإلهية بمثابة روح في جسد شنو يبقى في الجسد إذا سلب منه الروح شنو يبقى نحن على وشك أن يصيبنا هذا أن يصيبنا هذا التراجع هذا الخطر الكبير هذا يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى معالجة هذا الخطر أكو إصطلاح أكو كلمة في اللغة العربية هاي الكلمة إلها معنى لغوي ومعنى إصطلاحي الكلمة هي النكوس نكاسة في اللغة العربية كله تغيير تراجعي يسمونه نكوس كل تغيير تقهقري ارتدادي يسمونه نكوس في علم الطيب بالخصوص في علم النفس التحليل النفسي النكوس حالة تراجعية خاصة عندما يحصل تراجع في الفرد من مرحلة إلى مرحلة أخرى هذا التراجع يسمونه نكوس يعني شيخ كبير في السن تحصل تظهر فيه عوارض حالات الطفولة أو حالات الشباب شيخ هو تصير عنده نزوات شهوات فجأة يقرر قرارات لا تصدر من إنسان كاهل شيخ أو تهور يحصل عنده هذه فتح حالة جدا قلقة في الطب يسموها نكوس أو تصير عنده حالات طفولية العياذ بالله ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون من قلب قلب هذه الحالة أبرز مثال إلها شايفين الإنسان لمن يكبر في السن عند تعرضه لأي حالة عاطفية يبجي هذا البكاء مثال يقولون أبرز الأمثلة لقضية لحالة النكوس هذا شيئا فشيئا يظهر فيه شنو مثل الطفل إذا كانت حالة عاطفية محبها الإنسان لمن يكبر عندما يتعرض لمحبة لأحاسيس حتى إيجابية يبجي هذا شنو يقولون هذه بوادر الاضطراب النفسي اللي يؤدي إلى النكوس التراجع والارتداد إلى مراحل قبلية هذه من الحالات اللي عادة علم النفس ما يتمكن يتعامل معها بشكل صحيح ما إلى علاجهم ما يقدرون يعالجوا الإنسان هم شئنا أم أبينا ومن نعمره قانون هذا قانون قانون فيزيائي قبل أن يكون قانون على كل حال معنوي يحصل تراجع ننكسه يعني تراجع إلى هذه الدرجة تنقلب فيه كل القوى تتراجع إلى درجة الانقلاب ليس تراجع قليل لا تراجع إلى درجة صفر هذه الحالة خطيرة جدا إحنا البشر بل كل الكائنات شهر رمضان ضيافة رب العالمين تخلق بركة لكل الكائنات هذه الضيافة هذه بركة الشهر حتى المجرات تصير في نعمة نعمة رب العالمين عميمة هذه النعمة الآن في خطر هذه النعمة جاي اتعرض الإنسان إلى فد حالة اللي هي أسوأ من الحالة قبل النعمة إحنا البشر عدنا قدرة على التكيف والتعامل مع الحالات الإفراطية إلى الأمام إذا فد واحد فقير فجأة يصير مثلا الوزير حالة الاجتماعية ظروف المعيشية تتغير بشكل كبير جدا فجأة يملك مال هائل عدنا حالة قدرة هائلة البشر على التكيف مع الحالة الإفراطية إلى الأمام مهما كانت الحالة كبيرة فجأة يصير وزير السيارة اللي يركبها تتغير حتى أجل لكم الله حذاء طفلة يتغير يصير يشتري حذاء أجل لكم الله ثلاثة آلاف دينار مثلا تتغير الحالة من حالة فقر تتغير إلى حالات هائلة من التقدم الإنسان عنده قدرة على هذا الأمر وعنده قدرة ثانية أيضا عنده قدرة على التكيف مع قساوة الحياة أما ما عنده قدرة أبدا على التراجع قساوة الحياة شظف العيش إذا كان فتح عينه على فقر مهما كانت الحياة قاسية إحنا عدنا قدرة البشر عدهم قدرة هائلة على التكيف على التعامل مع شظف العيش قساوة العيش قساوة المعيشة عنده قدرة يتكيف بالنتيجة مهما كانت القساوة شديدة حتى لو في صحراء قاحلة شمس حارة تصهر بالنتيجة نشأ على هذه الحالة من بداية الأمر كان على هذه الحالة ولكن أبدا ما عندنا قدرة على تراجع ولو شيء بسيط ما عندنا قدرة يعني الشيء اللي نملكه ما نقدر نفقده ما نتمكن نتمزق نتلاشى نضمحل ننقرض نعمة خاصة إذا كانت هائلة الشيء البسيط ما عندنا قدرة على التراجع فيه يعني الإنسان اللي تعود عنده عشرين ولد حصل على ولد جديد ثم العياذ بالله أخذه الله تبارك وتعالى ما يقدر ما يطيق تراجع بسيط منطيق فكيف إذا كان فتشيء هائل مثل بركة شهر رمضان ما نتحمل إحنا إذا هم وعينا ما نشوف أنه قلق إلا وعي شنسوي إحنا أرواحنا تعودت على هذه الرحمة ساعات شهر رمضان ليالي شهر رمضان تعودنا هذه الرحمة حتى إذا ما أدركناها خلاله شعورنا خلاله يدرك وجودنا أرواحنا أجسامنا كل الكون خذاك يدرك هذا الشيء جاي ينسحب هذا عملية خطيرة للغاية إحنا معرضين إلها في قصة أكو معروفة يقولون قصة حقيقية يقال هذا كمثال أجيب أنه الملوك سامعين أنه دائما عندهم في التاريخ يروحون إلى الصحراء للإستجمام ملك طالع إلى الصحراء من جملة يشوف من بعيد سوادة تثير انتباهه يروح يتقدم هو بربعة ولكن خفية يتقربون وإذا يجدون أن هذه السوادة في وسط صحراء قاحلة في وسط النهار هي امرأة امرأة في حالة الطلق جاي تضع جنينها تعجب الملك أنه في وسط وحدها ووسط صحراء والشمس تصهر وما يكون جواها مشي على الأرض شلون يصير فلفت انتباهه هذا الموقف فصار يراقب من دون أن تلتفت وإذا شوف أنها بكل انسيابية بكل راحة بال من دون أي تحمل أذى جهد جيد وضعت الجنين ثم قطعت هذا الحبل مشيمة بحجر حاد بكبسة حجر حاد بعد لفته وقامت مشت هذا عقله حار شنو كيف تتحمل هذه المرأة هذا عمل المتعب في هذه الظروف القاسية أصلا شنون هذه هي بنفسها تتمكن هذه فصار يتبعها أجي وراها الآن وصلت إلى دارها في وسط في البادية أجي سأل عنها تحقق عنها منو هذه شنو هذه جنية هذه وأنسية شنون تتمكن هذه الصعوبة تتحملها قالوا لا هذه مرأة أرملة كذا امرأة عادية وهذا هم بيتها وهذا شأنها هالشكل دائما تضع جنينها هكذا فرغب فرغب فيها كثيرا ما دام هي هم خلية طلب يدها على الاصطلاح يقولون من أهلها ومنها فملك هذا يطلب زواج من امرأة بدوية فقيرة مثلا فيه تشحالة رأسا وافقه كان يريد يشوف كيف تتحمل هذه الصعوبة كيف تتحمل هذه الصعوبة فلذا كان عن قرب عن كثب يريد يدرك هذا الأمر الزواج ها اجيت على كل حال وبعد فترة صار حمل لها بمجرد ما صار عدها حمل فجأت بدأت تطالب ممرضات وقابلة قل لها انتي انتي اللي أنا شفتش بعيني الآن تطلبين مثلا حياة فد بيت مثلا مستقيل معزول حتى مثلا يكون فترة الحمل كذا وممرضات ولازم خدامات قال لها انتي انتي بيت بي تلك الظروف القاسية قلت لأنا تغير صحيح بس أنا هاي السنوات بيتك ايش تتغير انا بعد ما تحمل هذا هاي دلع هذا الرفاهية اللي الانسان يعيش بعد ما يقدر ينسحب منها ما يقدر يقدر ينسحب من حالة الفقر الى الامام ينطلق الى الامام ولو بشكل افراطي بس ما ينقدر ينطلق الى الخلف بابسط درجة الانسان اللي تعود على نعمة ما يقدر يفقدها ما عدنا قدر على فقدان النعمة ما عدنا قدر ذر قدر ما عدنا فكيف نعمة هائلة نعمة رب العالمين مو نعمة بيت ملك دلعتنا هذا الغنج اللي عشناه هذا شهر الطويل هذا الدلح شنسوي فيه احنا تعافينا في هذا الشهر الفضيل كيف نتمكن نخسر هذا التعافي الالهي تعافي تعافي القضية تحتاج الى تغيير له معقبات لاحظوا العجيب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله الله تبارك وتعالى رؤوف ورحيم عند امر امر الله من يقدر يفلت منه شوف اقرأوا القرآن حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا فجعلناها حصيدا امر الله لمن ينزل حصد الله قانون الى الى قضاء وقدر هذا قانون الله يسميه امر الله فجعلناها حصيدا يعني نسف هذه الارض اللي اخذت زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها ما اكو الله لما نيجي امر امر الله ما يبقي ولا يذر الله يقول لي اش اكو شغلات انا مقدرها اكو ملائكة حفظة انا مقدرهم ام خليهم هذول بشكل اوتوماتيك عندما ينزل امر الله يتوجه امر الله بالابادة هذول رأسا يروحون يحفظوه يحفظوه هذا الانسان شوفوا نص الاية يحفظونه من امر الله هم هو الله ماكو تسيب في جهاز رب العالمين هذا مو تسيب هو الله يريد لمن يغضب هو مكون خالق فد نظام ديناميكي جدا متقن انه عندما تحصل منه حالة غضب يصدر منه امر اكفد جهة هو مكلفها وهم بشكل جدا دقيق لا يسبقونه بالامر وهم بامره يعملون لا يسبقونه بالقول كلمة ما يزيدون هو خالق هذه الديناميكية فورا بس يشوفون الله غضب على واحد رأسا يروحون يرممون الوضع يصيرون حائل بين امر الله والفرد انه ليحوش عذاب الله له الله يقول يقول معقبات شوفوا التفاسير معقبات يعني شنو يلحقه شنو يلحقه هذا الشيء اللي الله مكونه يلحقه شنو حتى يحفظه من أمر الله تدري منه يقدر يحفظ الإنسان من أمر الله إلا الله هو نفسه في دعاء الصحيفة السجادية اللهم لا ينجيني إلا التضرع عليك حقيقة إنسان منه يقدر يقدر يفلت من إرادة رب العالمين منه يقدر لا شك ما أحد يقدر وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له ماكو ما يقدر واحد يفلت بس هو الله يقدر هو الله يقدر يجعل حماية هو الله يقدر يجعل حفظ يحفظونه من أمر الله معقول آية قرآن معقباتهم معقبات يعني شوف تتعقب يعني هي ملائكة موجودة بس الملائكة تطلع على أن الله رب العالمين أعوذ بالله من غضب الله الله حصلت منه حالة غضب رأسا ينطلقون يبادرون يروحون يحمو يحيطو هاي شنو هذول حفظة حفظة شنو حفظة من أمر الله هو الله ملائك عظام هاي الحفظة مرهونة بشنو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذول العياذ بالله الإنسان اللي العياذ بالله يصاب بسرطان بعدين يتعاف ليش يعود إليه المرض ليش منه المتهم الطبيب اللي ما استأصل المرض بشكل كامل ليش يستأصلوها يضفون عليها إشعاعات على هذه الغدة يستأصلوها عن بكرة أبيها بس المصيبة نمط الحياة اللي المريض يعيش فيها هذا النمط اللي هو كون الغدة العياذ بالله هذا النمط ميت ميت تغير وشيون يتغير المرض النمط إذا ما تغير الإنسان السالم اللي ما بذرة خلايا سرطانية هذا النمط آل به أن يصاب العياذ بالله تشوف بعد ما يطلع من المرض ما يغير فيه سلوكه ولا في حركاته ولا في كيفية التغذية ولا في كيفية تفكيره ولا في نفسية التعيسة ما يتغير النمط إذا ما يتغير العياذ بالله المرض يعود كل الأمراض تعود هالشكل التعافي حتى إذا كان بأعلى الدرجات إذا لم ينتهي إلى تغيير نمط حياة تغيير إن الله لا يغير ما بقوم إذا الإنسان يريد يبقى على حالته العياذ بالله هذه الحفظة بعدها ما تفيد يعود إليه العياذ بالله المرض إن الله لا يغير ما بقوم حتى إنسان لازم شوي يغير في هذا الشهر الفضيل قبل ما نطلع من هذا الشهر نحن على وشك انقراض الكون على وشك صدمة هائلة صدمة هائلة هائلة والله هائلة شوي يغير ثلاث مجالات أكو هذا الفكر نمط فكر نفسية تعيسة سلوك ارتجالي الإنسان اللي عنده سكر ما يصير يأكل بارتجال ما يصير دائما ينفعل نفسية انفعالية هذا التوتر يدمر هذا ما يفيد هذه الأدوية اللي الإنسان يأخذها تنفع بشرط أن الإنسان شوي يغير من نمط حياته مو دايس بنزين يأكل كل شي ويأخذ أدوية ما يفيد ما تفيد بشيء انفجح حالته تسوء وخلاص هذا اللي عنده ضغط بسبب الأكلات السريعة طريقة العيش مالته كله توتر كله انفعال خوف قلق واضطراب هذا ما يصير الشكل أي دوة ما يفيد إذا هم تعافى فترة لازم هذا التعافي يكون على وشك شنو خسران الشيء الوحيد اللي يضمن هذا التعافي أن الإنسان لازم يغير نمط حياة كله كارثة تحدث في الحياة يسبقها نمط تفكير ونفسية تعيسة وسلوك ارتجالي يحاول الإنسان في شهر رمضان في هاي الثلاثة أبعاد في الحياة شوية غير من تفكير طريقة تفكير وشوية في نفسيته الرديئة وشوية من سلوكه في أي جانب هذا يضمن تلك الخسارة التي جاي تحصل هذا فالجزء فالجزء هم دعاء ابتهال إلى الله تبارك وتعالى إلهي حاشا كرمك هجي احجي كلمات تشوف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه تربية أهل البيت معلمين كيف نستجلب رحمة رب العالمين كيف نحصرها نحتكرها هم معلمين إلهي حاشا كرمك أنت كريم كيف تنطشي وتسحب ما يناسب الكرم وإنت أكرم الأكرمين أن تسلب إلهي لا تسلب شهر رمضان هذه النعمة لا تسلب هذا الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم دعاء الابتهال إلى الله هذه الأدعية التي وارد في وداع شهر رمضان رح يشوفوها الوداع يا شهر الصيام هذا ليس دعاء ليس وارد في دعاء ظاهره أما هذه الكلمات الموجودة الإنسان يبتهل إلى الله تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاكم وأن ليس في آية أخرى للإنسان إلا مسعى يحتاج إلى وقف التأمل يحتاج إلى قرار يحتاج إلى والله القضية خطيرة انقراض هذه جاي ننقرض إحنا البشر ولو الانقراض بعض وقات الإنسان ما يحس منقرض هو العياذ بالله خلاص ما يدري هو منقرض ولكن متى يفتهم في الدعاء المهم سنعاملين عليه الصلاة وسام يقول أقبلت على قلبي بعد أن قصى وان متى يلتفت أن السكر ضارب كل أجهزته ومدمر كل الأجهزة الحيوية وقت ما يفيد ما ينفع بعد ذاك الوقت يقبل على الانضباط في السلوك في طريقة التفكير في الانفعالية ذاك الوقت بعد ما يفيد هذا الانقراض يحوشنا بس ما ندرك ها ما ندرك ولكن قطعا إذا واحد يفكر في هذا الأمر حقيقة رح يدرك أنه هذا شيء لا محالة يحصل شئنا ما بينه هذه الأيام باقية لا زالت هذه النعمة باقية نقدر نشكل فيها نقدر نربطها بشكل أو بآخر أفضل عامل لحماية هذه النعمة الإلهية أن لا تتوخر مو فقط عنا حتى عن الكون كله واقعا إذا فد مجموعة من الناس يدعون مو محتاج كل الناس يكونوا المنتبهين فالشم واحد حقيقة راح يصيرون رحمة لكل البشر بل تدرون الكائنات تتوقع من عندنا الكائنات ما لها سبيل إلى الله أني جاعل في الأرض خليفة الإنسان هو الذي مسؤول عن إصلاح الكون كله هذه الرحمة الإلهية مرهونة بنا وبدعائنا وبسلوكنا وطريقتنا وسعينا حتى الكائنات عيونهم علينا أنه نشيل إيدنا نقول إلهي لا توخر عنه حتى الكائنات لأنه بدعانا الله لا يوخر عن الكائنات أيضا الإنسان خليفة الله في الأرض هو الذي يتولى هذه الأمور دعاء وفي نفس الوقت الإنسان شوي يغير من أخلاقه شوي يغير من طريقة عيشته يراوي رب العالمين أنه هناك أكو تغيير هذا كفيل حقيقة في أن يحفظ رب العالمين كل هذه النعمة لا محدودة في هذا الكون وعلى هذه العباد هؤلاء العباد وعلينا وعلى ذريتنا وعلى أمواتنا حتى هذولا كم عيونهم علينا لأن تنسحب هذه بركة رب العالمين ما شملت الأحياء كل الذي في القبور غمرتهم رحمة رب العالمين كلهم الآن عيونهم علينا أنه ندعو اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل عمل ما كو وأن ليس للإنسان لا ما سعم ما كو خلاص انتهي بعد ما كو مجال يقول إلهي رحمتك ما كو الإنسان اللي راح ذا كالصور كلهم عيونهم علينا من خلال هذين تغيير نمط حياة نمط حياة نمط شوية ولو تغيير إنسان شوية يصلح في أخلاقه شوية يصلح في سلوكه في رحمته في ارحم ترحم في هذه المفاهيم التي تكون سبب فعال في استنزال رحمة رب العالمين هذه فرصة موجودة نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا الشهر الفضيل وبحق صاحب هذا الشهر الفضيل محمد وآل محمد أن لا يعدمنا ذر من بركات هذا الشهر الفضيل ولا أهلنا ولا أقربائنا ولا أسلافنا ولا أي واحد من المؤمنين والمؤمنات ولا أي واحد من البشر ولا أي مورد من موارد الكائنات كلها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة